اشتركوا في القناة وقوعة الاسؤولين بالمركب فيما يخص تصدير المنتجات الى نحو 200 ألف طن من المنتوج الحديد بجميع أنواعه نحو دول أوروبية وعربية كتونس ومصر وأمريكا وإسبانيا وبعض الدول الأوروبية وصل قيمة الصاديرات بالنسبة للمركب حجارة عن نابا الى 200 ألف طن هذه السنة توقعات توصل الى 200 نحن ما زلنا لن نهاية السنة لكن توقعات حسب الطلبات حسب ما هو مبرمج سوف يتم تصدير حوالي 200 ألف طن من منتجات هذا المركب انتع الحديد والصلب وكانت التصدير مستوى التصدير في العام الماضي 2021 وصلها الى 100 ألف طن إلى 100 ألف طن من أنواع الحديد في هلافونت وال أنواع أخرى نحن على الحديد إذن المسطح وال 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 وغيره وال في أنواع أخرى الليبيات يعني الليبيات كل ما هو مينتج في المراكبات الصناعية ولذكر فإن مركب هذا مركب عنابة مركب الحجر عنابة عنده طاقة انتاجية انتع واحد مليون طن سنويا إذن 80 بعدما يتم تصدير 200 ألف تبقى 800 ألف طن تذهب إلى الاستهلاك الداخلي للواطن وكما نعرف أنه هذا المركب بتاع الحجر قد يعني كانت فيه عملية تعيات الهيكالة نريستريكتراسيون ندع المركب هذا وبعدما كان كان شارك كانت عنده شراكة مع الشارك هندي ميطال ميطال ستيل هندي وهذه الشراكة ما نجحتش وكانت عنده مشاكل كبيرة في العادة الهيكالة يعني بعد تدخل الدولة بضخ أموال كثيرة أموال ضخمة حيث تم إعادة الفرن العالي المركب هذا عاودوه الفرن هذا عاودوه مئة بالمئة بعد ما كان مركب الحجار يعني كان واحد من يعني أكبر المركبات في الجزائر وكان مركز إفتخار بالنسبة للصناعة الجزائرية الآن عندنا عندنا تلت مركبات تعتدد تصنيع الحديد وإنتاج الحديد مركب هذا بالحجار بواحد مليون طن وعندنا مركب في جيجل في بلارة بشاركة مع القطريين ينتج حوالي أربع مليون طن من حديد الصلب الأغلب موجه للتصدير وللتحويل كما قلنا في منتاجات تلك الحديد بجميع نوعها وكذلك عندنا المركب من تعنابة من منطقة أرزيو بالشاركة مع الأتراك المركب هذا لتصيالي هذا المركب بتاع وهران لينتج حاليا حوالي ثلاث مليون طن سنويا وثوف يضعف في غضون هذه السنة أو السنة القادمة إلى ستة مليون طن منتجات الحديد سنويا وقد صدار هذا تم صدار صدار المركب انتع وهران بمقيمته واحد مليار دولار في السنة الماضية وأغلب إنتاجه يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذن القدرات الانتاجية دع الجزائر في انتاج الحديد تصل إلى حوالي 12 12 مليون طن سنويا إذن هذا هو حالة الانتاج دع الحديد في الجزائر وللعلم كذلك بما أننا بصدد الكلام عن مركب الحجار أنت عن نظيفه أنه المركب هذا عنده ديون كبيرة بسبب عملية إعاية التأهيل وكذلك يستمد كل المواد الخام يستعمل من تأتيهم في ولاية تبسة في منطقة بوخدراء وكذلك في منطقة الوينزا إذن يستعمل المادة الخام يعني باستخراج المواد هذه من منطقة تبسة وباستعمال الخط الحديدية المنجامي اللي يربط ولاية تبسة بولاية العنابة على ابتداد حوالي أربعة أو خمسمائة كيلومتر إذن هذه هي الحالة للمركب هذا تعال العنابة والموقع بالنسبة يعني بالمراكبات تصيالي 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 وهران وكطر ستيل الموجود في جيجل في بلارا وللعين كذلك أن هذه الشراكات مع القطر ومع تركيا هي حسب القانون الجزائري ب 51% للجهل للطرف الجزائري و49% للطرف الأجنبي إذن بهذا أكتب بهذا القدر والسلام عليكم